عودة لنشاط رئيس الوزراء في تونس حيث استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وطالب الرئيس قيس سعيد نقل تحياته الخالصة للرئيس السيسي الذي يكون له كل التقدير والاحترام وأكدا أنه اختصر المسافة في الزمن واختصر المسافة في التاريخ وأنقذ مصر في مرحلة تاريخية صعبة مرت بها ثم أطلق نهضة تنموية رأها الرئيس قيس سعيد بنفسه خلال زيارته لمصر وطالب الرئيس سعيد بالتكاتف لكي تعبر مصر وتونس سويا إلى مرحلة من النمو وإزدهار لتلبية تطلعات شعبنا الواحد في كل البلاد العربية وفيما يخص ملف سد النهضة أكد سعيد أن موقف مصر في ملف سد النهضة هو موقف تونس لأن أمن تونس من أمن مصر القومية ومن جهته أكد مدبولي أن توقيع مذكرات التفاهم اليوم لن يكون مراسميا فقط بل سيتم متابعة التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على استعداد مصر لأن تضع كل خبراتها في مجال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية في خدمة تونس للشقيقة معربا عن كل الدعم لتونس في مصاريها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي يتواكب مع مصاري الإصلاح الدستوري والسياسي الذي وضع الرئيس سعيد خارطة الطريق له